السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد واسفة جديدة من واسفة ام هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم سنقترح لكم اربعات الاشكال ياللي غلاس الاكتر طلبان ذا بس سيفقرب والحال بدك يسخن فسنشارك معكم تشكيلة من خالط واحد بعلبة ديشونتي وحدة حضروا كيميا اللي هي وفيرة ومشكلة اربعات الاشكال بنكات اليوم ومختلفين اللي تفرحوا بيوم هكا ولدتكم سنشارك معكم في هالغلاسوندويش الاكتر طلبان لا عند الكبير ولا عند الصغير سنشارك معكم بحطريقة ليه سهلة وبسيطة ومكونات كيف العادة ليه متوفرة سنشارك معكم فيه كذلك حتى غلاس بالكراميل اولى بالشكل اولى بالمذاق ديال الماكفلوري اللي كتعرفوا بواحد المذاق اللي هو بنين وكيجي يخفيف بزاف بزاف سنشارك معكم كذلك حتى الغلاس كورني طريقة ليه بسيطة كذلك مكونات ليه بسيطة مع الماقنوم بجوج ديالنكهات فإن شاء الله اقتراح اليوم من الاعجاب ديالكم ما نطبوش عليكم وندزول المقادير وطريقة التحضير وبالنسبة للمكونات فعلى بركتي اللي نحتاج نصف لتر ديال الحليب اللي يكون بارد ثلاثة مع القكبار ديال السكر ما يعادل 16 جرام ثلاثة مع القكبار ديال الحليب بودرة ما يعادل 16 جرام كيز ديال شانتيم في أسمية جرام عندي هنا علبة ديال الياغورت بالفريز مع فلان بالفريز علبة ديال الياغورت بالفاني وكذلك علبة ديال الياغورت بالكاراميل مع فلان ديال الكاراميل هدو النكهات بطبيعة الحلي غدي نخدم بيهم أنا اليوم وممكن نديرو اي نكهات تفضلونتوما هنا بنسبة للسكر مع الحليب بودرة إلي ما عندكمش الحليب بودرة غدي تديرو ثلاثة ديال معلقة اللي يكونوا عامرين مزيان ديال الحليب المركز المحلو فغدي ناخد هنا أولا العلبة ديال الياغورت وكل ياغورت غدي ندير ليهنكها ديالو بالفلان هاد الفلان كنديرو باش كي عزز لنا النكهة وكذلك يعطينا واحد الكاتفة اللي يزوينا لقلاس ديالنا فكنناخد الفلان كنديرو مع الياغورت ديالو وكنخلاط باش كيدو بوليت كل حبيباس ديال الفلان ما كنديروهمش مباشرة في الكريمة فكندوبهم مسبقا بنسبة هنا لنكها ديال الفريز فغدي نزيد معاها واحد شوية ديال لنكها ديال الفريز هنايا باش كتعد تزيدني حتى اللون كذلك من غير نكهة كذلي كتزيدني حتى اللون في الجلاس ديالي فبالنسبة للطريقة فكنناخد هنا العلبة ديال الشونتيين في أسمية جرام كنزيد إلى ستين جرام ديال عفوال الحليب بودرة ستين جرام ديال السكر ونسفلتر ديال الحليب اللي من الأفضل يكون بيرد مزيان سفيو كنطلع هنا بطرر الكهربائي تقريبا هنا من ثمين يحتى العشرات ديال بقايق حتى كتطلع معانا كريمة بهتشكل هدا كيف تلاحظوا معاي هنا الكريمة كيف تلاحظوا را ما تكون شعقدة وهيا را ما غديش اعتقد لانا الكيمياء ديال الحليب بالمقارنة مع الكيمياء ديال الشونتي فهاي كتكون زيدة فالكريمة ديالنا كتبقاها ككريمية بحل شكل ديال اللاموس قسمت الكريمة ديالي على ثلاثة ديال الحساس وغلبوا بطبيعة الحل الحسسة اللي بريتون تومه وكل حسسة غدي نضيف ليها الياغورس ديالها مع الفلون ديالها كيف تلاحظوا او لا بالنكهة ديالها طف هنا من بعد ما كنوزع ليهم النكهات كنعاود كنطلع هون بالطراب الكهربائي حتى كتوقف لنا شي شوية الكريمة وتقبط راسها شي شوية هنا الكريمة ما كتقبط راسها شمزين كيف مكتلكم لان الكيمية ديال الحليب راه كتير الى الكيمية ديالشانتيه فالمهم حاولوا انكم تطلعوها ماء ام كانت تقبط راسها شوية عاد باش ان شاء الله نخدمو بها هنا بالنسبة للناس اللي يبغيوا مثلا يديروا بالنكهة او شوكولاتة مع الفلان شوكولاتة وتديروا اكهات اخرى مثلا البيستاش فقدروا يغورة الفاني مع الفلان ديال فاني وكتزيدوا انك هات ديال البيستاش ديال النعناع ديال الخوخ ديال الموز ذك شي اللي بغيتو فاشتوا معايا القاوم ديال الكريمة كيفاش كيولي فانا غادي ناخدوهم هنا ونبدأوا باول شكل هي هو السندوش فاخديت هنا يا بيسكويت اي نوع ديالبيسكويت يوفر عندكم اي نوع دي البيسكويت وفرندكم سواء بالفانيلا او لا بشوكولاتة كتستفوها كاف واحد المول او لا ماشي ضروري المول مهم تستفوهم هكا يكونوا مقادر واتخدو هنا يا الكريمة ديالكم بالنكهات اللي بغيتوا بطبيعة الحال ديرو انتم ما فادل أنا غديندير فيها جوجنكات غديندير الفرز وغديندير الفانيلا هنا انا درت المول كان عفونا كان قد هنا الكريمة ديالي اللي ما عندكمش المول كيف مكتلكم كتستفو البيسكويت وكتاخدو الكريمة كتديروه في واحد البوش وكتحاولو انكم نديروها بعد شكل هذا من فوق البيسكويت ديالكم فدرت الطبقة الاولى ديال الفرز ومنبعدها كاستعنت بالبوش باش ما تخسرش ليا الكريمة بطبيعة الحال ويجيبني الطبقات مقدم درت هنا كذلك واحد طبقة اخرى ديال الموس هنا او للكريمة بالفانيلا وكنحاول نساويها ونقدها بطبيعة الحال باش كتجيني مقدم ويبقاش ليا الفراغز منبعد غادي ناخد البيسكويت وغادي نستفو يعني بطريقة اللي استفناه فالطبقة السفلة كذلك غادي نستفو فالطبقة العليا باش منبعد مني نبقي ونقطعه يجيونا مقدم بيسكويت ما الفوق وملتحز سوفينا غادي نستفو كيف مكتلكم غادي نغطيه واحد بلاستيك غدائي وندخلو للمجمد على الاقل واحد ستياس ساعات وانا كيف لعادة كنخلي الجلاس ديالي ليلة كاملة سوفي ندخلو للمجمد ليلة كاملة وندوز معكم للشكل التالي فهناك يفشتو معايا الكريمة ديالي او لالجلاس ديالي الكريمة ديالي وشي شوية سايحة فمن الافضل هاكاتش الاشكال الجاية دخلو لقلاس ديالكم للمجمد على الاقل على الاقل واحد يعني واحد نصف ساعة عاد ممكن انكم تخدمو بيهم الاشكال اللي بغيتو فانا يدخلتهم للمجمد هاكا واحد شوية يقبط راسهم تقبط لي الكريمة راسها فضل اثناء هادي وجدت لي كورني هادي الكورني كتاخدوهم عند الناس اللي كيبيعوا لي كلاس او ليلة كتو كيجبوكم تاخدو باكيا كام عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات بالجملة كتاخدو هاكا اللي كورني وكتعمروهم هاو لا كتغلفوهم بالشوكولاتة من الداخل باش منين كتديرو فيهم لي كلاس وكتخلوهم المجمد ديالكم كيبقا محافظين على القرمشة ديالهم ما كييرطابوش ليكم وما كيدوبوش ليكم في يديكم صافي كدالي كتغطسو حتى تكلفوهم ديالو لانا القلاس هاكا كيكون على بره فاش ما كيدوبش ليكم كيف مكتلكم صافينا غدين نوجدهم وندخلهم للمجمد حتى هم ما يقبط راسهم فضل اثناء هادي انا ما خليتهمش صراحي الكريمة ديالي ما خليتاش بالزب غير واحد لعشر ولا خمستاش دقيقة وبنشكلها لانا كان عندي ما يدر فهذا القلاس اللي درناها بناك هادي الكاراميل كناخدوه كنديروها كاف ديفيغين او لكويسة بهات شكل هدا وكدالي كندخلوه للمجمد ممكن فضل مرحلة انكم تزينو هنا كنخلي حتى كيج مدعات كنزينو بالنسبة لهادو اللي كورني كدالي من بعد ما قبطت الشوكولاتة راسها بهات شكل هدا كدالي خديت هنايا الكريمة اللي عندي بالفانيلا وبالفريز ودرتهم بجوج هكا لانا ما بقتش عندي كمية كتيرة درتهم هكا بجوج بيهم في بوش واحد كيف لحتو معايا كنديرهم بجوج باش كتخرج لنا هكا الكريمة نص بالفانيلا ونص بالفريز هادو اللي كورني كيف كتلاحظوا معايا انا ما عمرتهمش بزاف لانا الكريمة هنا كانت بقى ما قبطتش راسها الى درت كريمة كتيرة فهي غدي تميل هكايا وغدي تطيح ليا من اللي كورني كدالي قد ندخلهم للمجمد اما بالنسبة للكريمة اللي تبقت ليا فغدي ندير منها هكايا فغدي ندير منهم هكا يا دي ماغنوم هادو اللي مول هادو عندي صغيرين غدي يخرجوا لي كمية ليها اكتر او لا ليمول اللي هم اكباركة وممكن انكم تديروهم في ديكوة اللي جوبلي بلاستيك بطبيعة الحال وديرو هكا العويدات وتقدوهم سوفينا هنا غدي اللي سيهم زيان نعمر الفراغات غدي نقدهم وغدي نجيب العويدات ونديرهم هكا وكذلك غدي ندخلهم للمجمد ندخلهم للمجمد حتى غدي يجمدهم زيان ونخرجهم ويلا بقي عندكم كمية اخرى فاخلي وغيفت اللاجة الكريمة ديلكم حتى هكا دي كونجولي والاخرين وعاد عمرو الفراغات صافي هنا يا مبعد ليلة كاملة هنا في الصباح خديتهم هنا هادو الغلاسون دويش كان ديموليه بشكل عادي جدا وكان قطعه ركي تقطع بكل سهولة هاد الكريمة هادي كيفشو معايا القوام دي لها كان كريمي ما كانش بحل شكل دي كريم شونتي مثلا نقاب طرسها لا ركي فشو معايا القوام دي لها بحل شكل دي اللاموس راه ضغي يكا تقطع معاكم يعني وخاتكم جاملة ركي تقطع معاكم بكل سهولة انتو ملاحظوا معايا شكل دي ليل جلاسون دويش كيفش كيجي كيجي خاطير كيجي بحل كتاخدهم من المحلات تماما واحزن بكتير وارخص بكتير فغدين ناخدهم هنا هايا وغدين نقطعهم بشكل عادي كيفما قلت لكم غدين نقطع الكمية كاملة وهنا اللي لابغيتوا مازل تزينوهم هاكت غدصهم في شوية دي الشكلات اختياري بالنسبة للشكل التاني فانا غادي ناخد هنا هايا الشوكولاتا شوكولاتا عادي اي نوع دي الشوكولاتا شوكولاتا بالحالي بشوكولاتا بدي الشوكولات اللي توفر انتكم وعجبكم اختموا به صفي غير كان ذوبو بشكل عادي جدا كانزيدليه شوية دي اللوز كونكاسي ولا كوكو وكانخلطو وكانناخد هنا هايا الميني مجنوم بعد ما ديموليتهم بطبيعة الحال سوف نغطسهم هنا هكا في الشوكولات ونضعهم جانبا رضغية سوف يجمد عليهم ان شاء الله الشوكولات لانهم سوف يكونوا بردين مزيان فقد نستمر هكا كذلك سوف نقضهم كاملين ونرجع ان شاء الله بشوفهم معايا كذلك الشكل المواري بالنسبة له هاد القلاس اللي درناه بالكراميل اولا بشكل ديال الماك فلوري فقد ندير لي هنا سوس كراميل سوس كراميل منزلية كراميل عادي درتو هكا ندير خطوط من الفق وغادي نزينو هكا شوية ديالي سويتيز وغادي نزيد عليه كذلك شوية دياللوز اللي عندي محمر ومهرمش هنا الاشارة فقط بنسبة له هاد يعني هاد النكه هادي يممكن تستغنوا فيها على الياغورت والفلان وتديروا معاها واحد المعلقة هكا هي ديال سوس كراميل اللي عندكم صيبة في الدار زيدوها وتخلطوه وتربوه هكا وتحطوه ماشي ضروري تديروا فيها مهم غيرا الياغورت والفلان كيساعدوا على انه نكه هادي تعزز لنا في الجلاس ديالنا بنسبة له هاد اللي كورني هادو فقد ناخدهم فقط وندوزهم هكايف شوية ديال فيرميسي الالوان اولا بغايتو تزيدو عليهم صوس هكايا ملفوق فهدي مسألة كيبقى فيها الاختيار كذلك وكان هادو الشكل نهائي ديال الاقتراحات اللي شاركت معكم اليوم واربعات الاقتراحات دياللي غلاس الاكتر طالبان عند الكبير والصغير نكه هاتلي هي زوينة وكريمة اللي كاتجي خطيرة مكوينتلي هي قليلة كيف شو معي علبة ديال شونتية وحدة خرجنا منا هادو الخير كيف كاتشوفو غلاسون دويش اللي كيف مكلكم كيجير طبك يدوب في الفم را ما كيجيش قاسح الكريم را هاللي انها ها كانت خفيفة فكذلك كتبقى خفيفة حتى بني كتجمد وكتديروا في فم ديالكم كتدوب دوابان كذلك هادا اللي ميني مقنون بجو جدي انك هات كيف مكلكم وانك هات را ممكن تنوعو وتشكلو كيف مبريتو كيجي كريمي بحال ديالك اللي كاتخدو من المحلات وخصوصا الى غدستو هكا يفحلي بشوكولاتة بالحليب را كيجي المادقة دي ها خاطير وفزوين كذلك الغلاس كورني هكا اكترية كيف يفضله بانك هادية الشوكولاتة الى كذلك يبغيتو تزيدوها وتقسمو الكريمة ديالكم على الاربعة وتخرجو مننا انك هات اللي بغيتو وكذلك الغلاس بالكراميل اولى بشكل ديال ماك فلوري فانتمنى انتمنى فعلا ان نقتر حد دياليوم من الاعجاب ديالكم وتجربوهم كيف دي ما بتنسونيش فقط من لايكاتكم للتشجيع شكرا دائما لحسن المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة